السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن نزول دم قبل موعد الدورة بيومين بشكل عام لابد أن تتعرف المرأة على موعد الدورة الشهرية بشكل محدد حتى لا يسبب هذا الأمر الكثير من الإزعاج وتواجه المرأة الكثير من النزيف في أوقات غير مناسبة خاصة قبل موعد المحدد بأيام فنزيف الدورة الشهرية أمر طبيعي للغاية ولكن حين يأتي في موعد غير موعده لا يكون طبيعيا على الإطلاق بل يتحول إلى شيء مزعج ومربك قد يدل نزول دم قبل موعد الدورة بيومين على العديد من الأشياء يعتمد هذا الأمر على وقت نزول النزيف ولا يكون النزيف الناتج عن ممارسة الجنس ونفسه النزيف الغير الطبيعي الذي يكون قبل نزول النزيف الدورة الشهرية وقد أوضح الأطباء والمتخصصين في هذا المجال في مدينة نيويورك الأسباب التي تستطيع تحديد موعد الدورة الشهرية هو الوقت الذي يجب على المرأة زيارة الطبيب فيه إذا لاحظت ظهور أي مشكلة أن البقع التي تأتي قبل الدورة الشهرية هي عبارة عن كمية صغيرة للغاية من النزيف المهبلي وقد تكون قبل الدورة الشهرية بمدة تتراوح ما بين يوم إلى ثلاثة أيام ويشكل هذا الأمر إزعاج كبير ويسبب ظهور البقع على السرويل الفاتحة مما يجعل الأمر محري للكثير من النساء وإذا لاحظت المرأة نزول بقع من الدماء قبل أربع أيام أو أكثر من ذلك من موعد الدورة الشهرية يجب أن تسعى لاستشارة الطبيب حيث تكتشف أسباب هذه المشكلة وعلاجها بشكل فوري في نهاية الفيديو لو أعجبكم يجب أن تدعونا بلايك وكومنت وشارك فيديو مع أصدقائكم ومتظر مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر